اعتصم المئات من المواطنين الخميس أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان وذلك احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بأن القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها المعتصمون طالبوا بإغلاق السفارة الأمريكية وسفارة كيان الاحتلال في عمان إغلاقا تاما وطرد سفيرهما كما وطالبوا بإلغاء اتفاقية وادي عربة مؤكدين على أن القدس ستظل عربية مطالبين الحكام العرب الوقوف وقفة رجل واحد تجاه هذا القرار الذي وصفوه بأنه وعد بالفور جديد محيط السفارة الأمريكية شهد تواجد أمنيا كثيفا لمنع المتصمين من الوصول إلى السفارة وهذه الفعالية تأتي بالتزامن مع عدة فعاليات ووقفات احتجاجية في مختلف محافظات المملكة للتأكيد على وقوف الشعب الأردني مع أشقائه الفلسطينيين في وجه الاحتلال والقرارات الأمريكية المنحازة له حمز نايف لمعاني الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر